السلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ممكن مداخلة مع الشيخ ياسر من حضرتك عمر عبد الرحمن من العراق عمر عبد الرحمن من العراق فضل يا أخي عمر السلام عليكم وتحيياتنا لكم عليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا الكريم أرجو من الشيخ أن يكون كريما معنا في هذه الليلة المباركة ويتقبل مننا ما أقول لي أن ما أقوله أحتك mention هو خير وصواب وهذا ما سيتضح أولا يا شيخ ياسر أنا كنت قبل أكثر من سنة من الآن على غير هذا الدين وبعبارة دقيقة بين النفاق والنصب والعياذ بالله وبعد متابعتي لبرامج الشيخ الحيدري بدأت تتضح لي الصورة شيئا شيئا لما نحن عليه من توحيد وإيمان واتباع أي نبي وأخيرا والحمد لله يعرفت أن القوم كانوا يريدون منا أن نوحد إلها ينتقل من مكان إلى مكان وله صورة الإنسان والعياذ بالله هذا من جانب التوحيد أما في جانب النبوة فقد صوروا لنا نبيا لا يعرف تأدير النخل أو نبيا لا غيرة له والعياذ بالله بل إن عمر أكثر منه غيرة وفي حقيقة الأمر من كل هذه الإشكالات كانت تثير التسائل وحيانا عندي إلا أنني لم أستطع الأحث والتقصي وبعد متابعة لبرانشير كمال أصبح عندي إصرار في معرفة الحقيقة واتخاذ الحرار فبفضل الله ومنه أصبحت على ما أنتم عليه إن شاء الله وخلال هذا الشهر الكريم بدأت أتابع بنات فتك وبدأت أستمع وأتدبر فيما تقول فوجدت الثنائية المحددة للطريق الموصل إلى لب الأشياء هما شيخ كمال وشيخ ياسر الحبيب لأن كل منهما يأخذ من نفس العين فبالأمس قبل ثلاثة تيام اتصل أحد الأخوة أهلو نعم معاك معاك أي فقبل ثلاثة تيام اتصل أحد الأخوة مع الشيخ ياسر الحبيب المكرم وقال له إن الشهادة الثالثة لا واجب ولا مستحبقة لها الشيخ كمال فيا شيخ ياسر الحبيب يا حبيب فلو تثبت لأن الشيخ كمال لن يقول هذا القول بل أنني كنت متابع للحلقة بل كان جواب الشيخ من باب الاحتجاج لدى الخصوم ولكن الأسفة هم بالمقلوب شيخي الكريم والله أنا أعلم بما تقول به وأي خط نخترت لنفرة الدين وأنا على يقين من أنك لو أفطأت في مسألة معينة لقلت أفطأت لأنك لا تأخذك بالله لوم تلائم ثم لو كان هنالك خلاف بينك وبين أي من قومك فأقسم عليك بالزهراء عليه السلام ألا تظهروه للعوام فجماعتنا سابقا كانوا متحدين ومجتمعين على باطلهم وظلمهم أما أنتم فما بينكم هو الحق والصفاء والأصل في الأشياء إلا أن تكون هنالك مفسد كبير توجد التصدي والفضل للجهلة والجهلة وأطحاب المشاريع المعادية لمحمد المحمدية لهذا الدين وأخيرا يا شيخ ياسر الحبيب وأنت فعلا حبيب لأنك نصرت حبيب الله إنك قد أخطأت في حق الشيخ ثمان على ما أعتقد وعبرا لهذا القول فأنا منه ومنك ما زلت أنهل طعما أحسه ذا مذاق واحد لأنه من عين واحدة وفي الختام السلام وسددك الله فيما تقوم به ولعنة الله على نتاج مؤسسة ابن جدعان وبني أمية وبالمناسبة كنت سابقا أقول لا داعي للعن وبعد متابعة إلك اتضح أن البراءة واللعن هي مفردة برعانية والله تعالى هو خير اللاعنين فالولاء لا يكتمل إلا باللعن والبراءة فتلك سنة الأنبياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ ياتر أحسنت أخ أمر عبد الرحمن أحسنت شيخنا هناك متصل من العراق اسمه أمر عبد الرحمن يقول أنا كنت سني ثم تابعت كمال الحيدري وبعد ذلك تابعت قناة فدك عنده إشكال يقول حول الأدان فهمتو خطأ إن كمال الحيدري ليس بهذه الصورة اللي ما عرفاني كيف كان وشغلة ثانية عنده يقول لماذا هذا المساس بين العلماء الشيعة فيرجو أن تكون شغلات بينهم وليس على الملأ يعني هنا الأخ ينكأ الجراح إذا أسترسل بعد أتكلم يعني هواي أنا متألم منه فأتكلم كثير اللي يتحمل يتحمل ما يتحمل كيف هذا الرجل مو من المعين الصافي هذا رجل لصيق هذا رجل ما يستحي يأخذ من أعداء أهل البيت عليه الصلاة والسلام ميال إلى العرفان المنحرث تصوف ما هو أن نقبل به أساس خلافنا مع هذا في الواقع هذا أساس الخلاف علي أن يبحث الأخ الكريم يعرف شنو هو هذا الخط المتسوس في الحوزات العلمية الذي يغذيه النظام الإيراني المجرم لتلويث التشيع الطاهر الصافي بهذا الفكر المنحرث فكر الفلسفة والتصوف والعرفان هذا رجل ميال إلى ذلك الخط وكان ينافح عنه الآن ماذا اغطرأت عليه تغيرات أم لا هذا موضوع آخر كان ينافح عنه ويؤلف دفاعا عنه ويمتدح مثل ابن عربي الزنديق الأكبر له فيه مدائح إحنا لب المشكلة هذا لب الصراع بين المدرسة التفكيكية والمدرسة الفلسفية هو هذا الرجل حقد علينا بسبب أنه قبل سنوات سئلنا عنه من بعض المؤمنين على الموقع هم موجود كتبنا أولا في الجواب أنه إحنا متوقفين إحنا ما نعرف صراحة أنا ما كنتم تابعة جيدا ما كنت قارئ له كثيرا ولا سامع له فما أعرف ميولة بالضبط ما هي بعدين نقلوا لي مقاطع من بعض دروسه من بعض محاضراته المقررة المطبوعة وبعض كتبة فوجد طامات وجد طامات وتأكد طلبت من أحد الأخوة في قوم المقدسة من الأخوة المشايخ طلبت منه كتاب له بعنوان العرفان الشيعي قلت لجي بعث ليه حتى أطلع عليه اطلعت عليه رأيته مليئا بالانحرافات يقطر انحرافا يقطر انحرافا فرحنا كتبنا أنه مع هذا الذي نقلتموه لا شك في ضلاله وانحرافه هذا كان قبل سنوات اختزنها حقدا علينا وغلى في صدره كمرجل القيم فلما جاءت فرصته لكي ينقض علينا لم يوفرها لم يوفرها متى جاءت الفرصة لما ثارت أمة عائشة علينا قبل سنتين ثارت أمة عائشة فشنو رح سوى دخل على الخط أنا دا أحارب العدو الآن ظهري مكشوف اجى من الظهر طعنني في تلك اللحظة بطريقة نمع النذالة وخسة فيها خسة ونذالة أولا رح تقول عليه طلع على القناة مالته قناة إيراني يعني هذه القناة وقال استهزئ هؤلاء لا تسمعون لهم لا يمثلون مدرسة أهل البيت مجرد لفوا على رؤوسهم قطعة بيضاء قطعة سوداء لغة استهزائية تحقيرية وبعدين رايح مكرر شنو دا يدافع عن عرض عائشة أنه لا إحنا مو صحيح وهذا كلام لا نقبله لابد من احترام عائشة ما عنا وإحنا ذاك الوقت أصل الضجة ما كان على قضية عرض عائشة كان صادر كتابنا ذلك الوقت كلا رأينا موجود معروف على الموقع إجابة مختصرة موجودة بس أصل الاحتفال المبارك كان على ماذا أيها الإخوة عائشة في النار أقمنا ثلاث أدلة اللي الآن هو يتكلم بها الآن يكرر اللي إحنا دا نقوله من سنوات الشاب بالأمر الآن قبل سبع سنوات حاجة حوله قائلة في محاضرات كيف زيف الإسلام موجودة على الموقع بإمكان أي شخص يشوفه قضية البارحة الدكتور أبو زارة اللي كان على الفطور يبلغني أنه دا يحتي عن ابن حبان وابن خزيمة أنه يتوسلون بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أنا قبل سنتين هذا متكلم عنه أو ثلاث سنوات تكرار دا يصير لأنهم وجدوا هذا السوق الآن اللي يباع فيه شايف شلون نفس العبارات أصلا ما يستحون على أي تحا القضية هكذا دخل على الخط وقام يسفه ويقل أدبه بطريقة غير غير علمية أبدا على الإطلاق وثم يرمي بال يغمز يعني أنه هؤلاء ما أدري مرتبطين مثلا بجهات يعني جهات خارجية يريدون الإساءة للتشيع هؤلاء كذا هؤلاء كذا لغة تسفيهية استحقارية قاعد يمها فرد واحد مذيع هذا كان ما يستحي يقول أصلا هؤلاء ما يصلون إلى مستوى يقصدني يعني ما يصل إلى مستوى أن يكون أصغر طالب عنده أصغر طالب عندنا في الحوزة لازم أنا أروح الآن أتوسل ببعض أصغر طالب أشوف لي هناك بالحوزة حتى شنو حتى أقول لي معود دخيل الله خليني تلميذ عندك ويمكن أن ما يقبل يمكن أن ما يقبل شايف شلون اللي أنا ذاك الوقت اللطيف ذاك الوقت كان أكو بعض من تلامستي اللي كان يدرسون هناك هناك ذاك الوقت فقلت الآن لازم أنا أروح لذولة حتى أقول لي معودين قبلوا بي إلى هالدرجة الحاصل الحمد لله الله انقذهم طلعوا المهم فالشاهد هكذا هذا رجل ما يحترم نفسه في تلك اللحظة في تلك الأيام كان في الحوزة في جلسات مع بعض الأغايون مع بعض يعني المعممين وبعض العلماء والطلبة يلعنني لو أقول اسم الذي أخبرني بذلك في تلك الفترة كلكم تتعجبون ما أدري أقول أو ما أقول الشيخ يقول ما أقول ما أقدر أمخالفه عزيز علينا شخصية كلش معروفة كلش معروفة تطل عليكم دائما دائما هو اتصل عليه شهد الله قال اليوم كنا قاعدين وسيد كمال قال أنا أتقرب إلى الله بلعن ياسر الحبيب زين وإذا يقول هو يسمع كلامي هذا الشخص شخصية كلش معروفة معروفة حتى إعلاميا الكل يعرف لا شي رازي ترى مو منصوبنا زين حتى يعني شسمه أقول له بس كلمتي خلي توصل أقول اتق الله روح امسك ذاك قل خلي ضب بلسانة الآن أنتو إشكالكم كان علينا قبل سنتين شنو نولعانين انتو تلعن على شنو تلعن على عائشة ايش سوينا لك الله أكبر بهالصفاقة تتكلم ما خلوا بينا شيء أيها الأخوة يعني أنا ملتشون منهم صراحة متألم ما خلوا بي شيء طلعوني جاه وطلعوني ملبس العمام بنفسي وعميل موشكل مرة عميل الماسونية مرة عميل مخابرات الأمريكية مرة عميل المخابرات البريطانية مرة عميل المخابرات الصيونية وإسرائيلية مرة عميل الكويت طلع مرة عميل لهندوس ما يستحون والله يستحون معمifen قاعد في لندن ما يستحي يقول ليه هذا ما اخذ لشيك على بياض ما اخذ من واحد تاجر هندوس يقال يلا أنت لك ما تريد من الأموال بس فرق بين المسلمين هندوسي أنا يا ريت موجود أنا شوية نسدد بعض ديون فمشاكل يا أخي مشاكل ما يخترون أنفسهم يا أخي أنت إلك وجهة نظار مو مشكلة امشي بوجهة نظرك ليش تستخدم الكذب مو عب ليش يلعن ليش يلعن ليش يكذب علينا ليش يسفهنا ليش يتكلم بهذا المنطق اعرض ما لديك يلا مو مشكلة خلي بيين مستواك بعدين هؤلاء الأخوة الذين يقولون أنه أنت لا تظهرون على الملأ خذاك ظهر على الملأ تكلم خذاك لازم تروح له واحد من المشايخ في تلك الفترة أيضا أيام عائشة كلمني أيضا بالتليفون قم هو قال لي أنه إحنا يعني واسطة خير فإحنا نريد أن نصالح يلنا ماكمانا إحنا مو مشكلة بس إحنا خلافنا مبدأي ترى مو قضية شخصية خلاف مبدأي هو فقال خلص مو مشكلة اتصل علي بعد كم يوم قال أنا رحت يما كلمت بس فتحت مع الموضوع قال كلمة اللي أنا أستحي يعني أقولها عنك أنت كلام وقح أنتو متعرفون هؤلاء المشكلة الناس من خدعين بالظاهر أمام الكاميرا شيء والله وراء الكاميرا وفي أوساطهم يدغوصون في أوساطهم ما تشوفون غير الوصاخة الله رأينا ذلك يشهد الله علي أنا اللي عندي ترى اللي أمامكم أقوله سألوا أي أحد مرتبط بي أو يلازمني أو عند اتصال بي نفس الكلام اللي أقوله أمام الناس على التلفزيون نفس اللي أقوله بالجلسات الخاصة نفس اللي أقوله سألوا أهلي بالبيت نفس الكلام اللي أقوله بالبيت ما عندي ذرة اختلاف لا عندي نفاق ولا مجاملة ولذلك متورط لأنه أنا مبتوع على الكل أقول كل شيء بشكل واضح وصريح ما عندي أي نوع من أنواع المجاملة والمدارات والنفاق ما أسوي هذا الشيء أما هؤلاء غير ما تعرفوهم ما تعرفون هؤلاء أخلاقهم الحقيقية شنو يوم القيامة يبين يوم القيامة سيبان لكم جميعا لا تغتروا أنه هذا شوية نصر الدين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له ولو ظهر مضون الحديث ولو ظهر مهدينا لخرج منه أي من أمرنا هذا من هو مقيم اليوم على عبادة الأوثان غربة تصير للشيعة تتصور القضية شنو الآن أسمارد أشير واحد من العلماء الأفاضل موجود هو قال لي قبل أيام أنه باعث له شخص واحد وكيلة على سات بارح مرجعية هذا الآغة بارح لمرجعية الآن وصير أعلم العلماء باعت إلى أحد الدول الأوروبية سعيد بشلان باعت هذا الوكيل حتى يعني يجمع الناس مقلدين وإلى آخره فداعي مجموعة الإخوة كانوا موجودين واحد قام اعترض عليه قال له أنه ترى هاي محاضرات كمال حيدر إذا تسبب قتل الشيعة فهذا رد عليه الوكيل ما الكمال يقول له لا أصلاً اللي داي سبب قتل الشيعة الفقاعات اللي في لندن الفقاعات فتصدى لهذا الرجل العالم المؤمن هذا قال له لا ما أسمح لك أنه تتكلم هذا الكلام ليش تتكلم هذا الكلام هذا كان بعدين يقول له أنه لا أنا يعني ما كنا نقصد الإساءة لأي جهة ما كان يتوقع أنه أحد يدافع عنه ليش لأنه ما شايفين إحنا شنو ملطشة شايف شلون كل واحد بكيفه يجي يضروب بكيفه يا أخي اتقوا الله اتقوا الله ما خلتوا بينا شيء ليش إحنا نقول لهم ما قال رسول الله لقريش قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقريش قال خلوني بيني وبين العرب خلوا بيني وبين العرب مضمون الحديث إن أنا هزمتهم كان ذلك نفعل لكم وإن لم أهزمهم هزموني فقد كفيتم أمري خلص تركوني لا لي ولا علي أنا ما طلقت منهم شيء أنا قلت اتركوني لا تكونوا معي ولا علي لا تظلموني ليه النهار حسن نصر الله يطلع يقول عني عميل يطلعون هم زعاطيط يحركوهم هنا أو هناك أيضا يروحون يسوون اللي يسوي الاعتصام اللي يروح يكتب بالانترنت ما أدري كذا اللي يروح يسوي كذا إلى متى هذا هذا الأسو بعدين يقولون عننا أنتو اللي سكتو زينمو ليش ما تقومون بهذا الدور هذا الأخ المتصل ليش ما هو يروح يتصرف كمان يقول لي ضب السينك ما يطلو مجال ما يطلو مجال ما يطلو مجال بعد إحنا شنو وظيفتنا بعدين إحنا لما نرد على كلام يعني الأخ يقول أنه اتصل شخص عليكم ونقل شيء خاطئ عنه هو العفدة على الناقل العفدة مو علينا على فرض أنه خاطئ وأنا أدري مو خاطئ أنا أعرف رأي هؤلاء أنا أخبر برأي هؤلاء وأعرفهم زين من كل أحد آخر ترى للعلم مهما دلسوا هو كذاب يكذب قضية تطاولة على المراجع بمن فيهم السيد السستاني ثابتة ثابتة مئة بالمئة يكذب ما يستحي يقول مفبرك علي الرجال موجود هنا أنا بلندن إيهاب الفضلي هو شاب جامعي راح قابله وترى ما كان هذا الشاب على ويؤمن معنا بعد الصدمة اللي حصلها إجفت أيام عندنا كان أيام الليلة المحمدية قاعد هناك وكلمنا قال القضية كيت وكيت وكيت بهالتفصيل يقول والله كلمة واحدة ما مفبرك عليه كله مسجل وأصلاً أي واحد يقدر يسمع يعرف يعرف أنه الكلام مو مفبرك ما صار بي قطع لصق إلى آخره كل كلام متصل واضح مسترسل أحسنتم كلام واضح شايف بعدين أول مرة شاف أكو ضجة ما كان يتوقع راح ينطلع بيان ما يستحي يقول أنه هذا من صنيعة الوهابية الذين الخط الأموي راحوا كذبوا عليه بعدين تبين لا وضجة الحوزة وعرفه ووالله كلهم يعرفون كل من في الحوزة الآن يعرفون هم في قوم هم بالنجف سألوهم بس المشكلة هذه إحنا عندنا نفاق كلهم يعرفون كمال قايل هذا الكلام ومسفه السيد السستاني ومسفه غيره من المراجع على أساس طارح مرجعيته أنا مرجعية شاملة وعامة في كل الأبعاد وهذولا ما عندهم شيء أنا اللي عندي كاريزمة أنا اللي عندي كذا فالشكل معتد بنفسه شنو هذا أنت إلى الآن استيحى على وجهك أنت إلى الآن الأطفال ملوط المدارس يعلموك أن الكلاب تعوي أنت ما تعرف الكلاب تعوي تقول الكلاب بس تنبح فضحتنا أمام العالم الفرق بين الماتن وصاحب الهامش خلط بينهما أنت شنو دا تسوي اعرف حجمك إحنا ما عندنا ترى مشكلة شخصية أبدا إحنا قضيتنا مبدئية الرجل عليه أن لا يؤصل للانحراف لا يدعو لخط الفلسفة والعرفان لا يدعو لإحترام عائشة أنا هذا ماسكت عنه شوفوا هو لعني وسفهني أنا ما تعرضت لم ما ذبت حيلي عليه لو أريد أذب حيلي عليه أطلع كل خياسة ترى بعض جماعته بعض أهله كان يحضرون هنا مجلسي وأقدر أبين كيف سرق منهم أموالا ما أريد نتكلم بتفاصيل عرفتوا شلون مو أسلوبنا ولكن أن يؤصل أمام الناس أن عائشة علينا أن نحفظها ونحترمها والبقية حشا إش ما أسكت لهم ما أسكت لهم عائشة ما تبقى محترمة في هذه الأمة إلا على رقب تهاي أبدا ما أقبل إحنا ماشيين في ثورة عقائدية ضد رموز الباطل رموز أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعلى رأس هؤلاء عائشة لازم تسقط لنحفظ الإسلام هذا هو المطلوب فما أسمح له باسم مدرسة أهل البيت يريد أن يؤول كلام أمير المؤمنين إن صح أصلا أنه هذا الكلام لأمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يؤصل أنه عائشة لازم نحفظها وإلها حرمة يعني إكرام نكرمها ونحترمها ما أسمح له ما يمر هذا الكرام الكلام مرور الكرام أبدا هذه قضيتنا قضية مبدئية عند استعداد يناطح علميا أهلا وسهلا أما أسلوب اضرب وهرب هذا ما ينفع ما ينفع هذا اضرب وهرب يضرب يفتري يبهد وبعدين يقوم يشرد ماكو فائدة تعال اتناظر بالفعل علميا عندك قدرة علمية رد على كتاب الفاحشة هنا يبين هنا يبين شكرا شيخنا اتصال أخير من سيد محمد من العراق طبعا مداخلة أيضا بخصوص كمال حيدري ولكن يطلب منكم الدعاء شيخنا قضى الله حوائجه عزائي المشاهدين أخواني الحضور تقبل الله منكم الصيام والقيام شكرا شيخنا الفاضل شكرا عزائي الحضور هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم